نصائح لتجنب الإفراط في تناول الطعام في محاولة لتجنب التأثيرات السلبية للإفراط بتناول الطعام فإن البعض يلجأ إلى تناول أطعمة لا تحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية لكن المشكلة أن استهلاك مثل هذه الأطعمة تشعر الشخص بالشبع لفترة قصيرة وسيجد بأن نفسه تراوده بتناول الطعام مجدداً نتيجة شعوره بالجوع لذا فإن الأفضل محاولة السيطرة على كمية الطعام المتناولة بدلاً من تقييد النفس بنوعيات طعام معينة على إنشاء إشارات للتوقف عن متابعة تناول الطعام من ضمنها أولاً ضع جدولاً للوجبات يمكنك تناول الطعام بصورة متوازنة عبر تنظيم روتيناً ثابتاً لوجباتك خذ الوقت الكافي لإعداد وجبة فطوراً صحية قبل أن تبدأ يوم عملك وتوقف لتتناول الغداء بعد نحو خمس ساعات من الوجبة الأولى ثم تناول عشاء خفيفاً بعد ثلاث إلى أربع ساعات من الغداء ولا بد من ترك ما لا يقل عن ثلاث ساعات بين العشاء ووقت النوم من أجل عملية هضماً سليمة ثانياً لا تأكل عند التوتر قد تواجهك بعض المشاكل أثناء العمل وقد تتعرض لضغوطات تدفعك إلى التوتر فلا تجعل الطعام طريقك للتخلص منه وتعلم أن لا تتناول الطعام إلا عند الشعور بالجوع فقط ولا تدع مشاعرك تتحكم في ذلك بل هناك طرق تساعدك للتخفيف من ضغط العمل والتقليل من حدة التوتر عن طريق ممارسة الرياضة المفضلة لديك أو الاستماع للموسيقى أو قراءة كتاب أو محادثة صديق عزيزاً عليك ثالثاً لا تأكل أثناء العمل حيث وجدت الدراسات الحديثة أن الوجبات غير المنتظمة تزيد من قابلية الإفراط في تناول الطعام لذلك التزم بتوقيت محدد لتناول وجبتك ولا تشتت نفسك بالهاتف أو العمل أو مهمة أخرى لكي تتوقف عن الطعام عند الشبع بدلاً من الامتلاء والخمول أثناء الانشغال بشيء آخر رابعاً أعد طعامك بنفسك قد نستسيل الوجبات السريعة الجاهزة أو المنتجات جاهزة للتحضير أو المعلبات وذلك بسبب الضغوطات العمل لكن هذا الروتين قد يعرقل عملية الأيض ويساعد في تراكم الدهون لديك ويعكس سلباً على وزنك حضر وجبات متنوعة فيها خضروات طازجة وبروتينات وكربوهيدرات ودهون صحية كزيت الزيتون وزيت جوز الهند وذلك للحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن سادساً إيجاد إشارات توقف طبيعية كشرب القليل من الماء أثناء تناول إحدى الوجبات يساعد على اعتراض عملية المضغ المتواصل ويزيد من سيطرة الشخص على كمية الطعام التي يستهلكها وتجنب زيادة الوزن المفرطة التي لا تؤثر على الصحة الجسدية فحسب بل أيضاً على الصحة النفسية ترجمة نانسي قنقر